بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم المتعلقة بالتصريحات الإعلامية بتختلف لو أنت في النادي الأهل عكس أي مكان تاني كمان هنتكلم على بعض الموضوعات الخاصة بصفقات والتعاقدات وإيه اللي بيتم في الفترة اللي جاية ومبارح من خلال برنامج الترند كان لنا وقفة مهمة جدا لما أعلننا أن كل الأخبار المنتشرة في المواقع وفي السوشيال ميديا عن وجود عرض رسمي من الواقرة القطري لأحمد عبدالقادر مبارح قلتلكم وكان أول برنامج قلتلكم على طول الكلام ده غير صحيح وما تصدقوش كل اللي بيتكتب لأنه بتأكيد الفترة اللي جاية أكيد هيكون فيها مستجدات ومعلمات مختلفة تماما عما يصدر لحضراتكم من بعض المواقع أو من بعض البرامج أو من خلال صفحات السوشيال ميديا كما هي العادة النهاردة كمان معنا كل الجديد في هذه الملفات ولكن عشان وقت الحلقة كالمعتاد نبدأ بسرعة بسؤال حلقة النهاردة وسؤال حلقة النهاردة أصعب مباراة لعبها الأهلي في عام 2023 من وجهة نظركم إيه هي أصعب مباراة؟ تقدروا تشاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة على السوشيال ميديا وفي الجزء الأخير هستعرض وجهة نظركم لأن بالتأكيد أجمل الأهداف استعرضناها في حلقات سابقة أجمل البطولات أو أهم البطولات استعرضناها في حلقات سابقة ولكن أكيد كانت فيه مطباط أو محطات صعبة جدا من وجهة نظركم المحطة الصعبة أو المباراة الصعبة اللي لعبها الأهلي في عام 2023 عموماً دي كانت جزئية مهمة جداً لازم نبدأ بها حلقة النهاردة من برنامج التريند نروح بسرعة لأهم العنوان البداية في تريند الأهلي الفريق يعود للتدريبات 11 يناير وفي التريند المحلي صلاح أحلم بالتتويج بكأس الأمم وأخيراً اليوم انطلاق معسكر منتخب مصر محمد صلاح إنبارح كان لي تصرحات مهمة جداً عملت رد فعل كبير وصد وواسع جداً في الإعلام ببعض الدول الإفريقية خاصة فرق الشمال أو منتخبات الشمال فكرة اللي أنا رايح عشان نكسب كأس الأمم عايز أسافر مع المنتخب وأنا في حالة معنوية جيدة إزاي أهدر رقلة جزاء وهل ده كلها تأثير نفسي علي أنا رايح البطولة إحنا رايحين عشان نكسب البطولة التصرحات دي على فكرة عملت ردود فعل قوي جداً في الإعلام تحديداً في دول شمال إفريقيا ودول غرب إفريقيا اللي فيها منافسة قوي جداً لأن البطولة تحديداً هتتلاعي فيه الكودفور أحد الدول اللي موجودة في غرب القرى الإفريقي عندنا تفاصيل كمان على تصرحات صلاح ونتكلم بالتأكيد كل ده في التريند المحلي والتريند العالمي لكن نروح لإستعراض جدول مباريات اليوم والنهاردة فيه مباريات في الدور الإنجليزي والدور الإنجليزي السنة بصراحة يعني متعة القورة والإثارة كلها موجودة في المباريات وإحنا لسه حتى ما خلصناش الدور الأول الساعة تسعة ونص من مساء اليوم واستهام يونيتد هيصديف برايتون نروح للدور الأسباني والنهاردة فيه تلات مباريات الساعة ستة ختافي هيلعب مع رايو فاليكانو والساعة تمانية وربع ريال سوسيداد هيصديف ألفس وفي الساعة العاشرة والنصف فالينسيا هيصديف فيا ريال دي أبرز مباريات اليوم في الدور الإنجليزي أو الدور الإسباني كلنا عارفين طبعاً أن الدور الإنجليزي كل المباريات القوية والمثيرة بتبقى أيام سبت أو الحد أو الاثنين ولكن لما بنجي في وسط الأسبوع كده بتبقى بعض المباريات المؤجلة أو بعض المباريات المطرحلة لأننا عارفين الدور الإنجليزي بيبقى عامل سيستم معين في ترتيب جدول المباريات بمناسبة جدول المباريات وبمناسبة الأجندة النهاردة عندنا يعني مش عايزة أقول خطة صحفية أو إعلامية قوية ولكن هنقدم خدمة كالعادة خمس نجوم لإدارة المسابقات في الاتحاد المصري عشان تقدر تخط جدول للدور العام حتى نهايته الأجندة تحددت المباريات تحددت كل حاجة على المستوى الإفريقي والدولي سواء للمنتخبات أو الأندية اتحددت بداية من 1 يناير حتى 31 ديسمبر 20-24 باليوم بالتاريخ بالساعة هنستعرض ده ولكن بعد الفصل أهلا بحضراتكم من جديد زي ما قلت لحضراتكم بالتأكيد عن التكلم في ملفات مهمة جدا لأن الفترة اللي جاية كل الكلام هيكون على الأجندة القرية والمسابقات القرية في ظل انطلاق كأس الأمم في القد فوار في ست مدن في الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير من العام الجاري البالح كان عندنا انفراط مهم جدا متعلق بتصنيف الحكام الأفرقى والتصنيف ده كان مهم لأنه بالتأكيد لازم تعرف الحكام اللي هتدير مباريات في المسابقات القرية سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات تعرف كل حكم جايلك تصنيفه كام هل بيتضحك عليك وبيجايل لك حكم مش مصنف ويتقال لك لا أصل الحكم ده مصنف ولا لا فالنقاط الفناء اللي زي دي بتبقى مهمة جدا ومفيدة سواء للأندية المصرية أو حتى ليه منتخبنا الوطني وحتى المنتخب لن بيبدأ مشواره بمباراة موزنبيق يوم 14 يناير الساعة 7 بتوقيت القاهرة هنعرف ساعتها الحكم اللي هيتم تعيينه لهذا اللقاء تصنيفه إيه تصنيفه متقدم هل من حكام البروفيشنال هل من حكام النغبة دي نقاط مهمة جدا بالتأكيد من خلال شاشة قناة الأهلي هنتكلم على كل الجوانب دي عشان يبقى دعم إعلامي قوي جدا لمنتخبنا الوطن في الفترة اللي جاي النهاردة عندنا بقى حاجة تانية ومش عايز أقول إن الاتحاد الإفريقي بيضع إدارة المسابقات في مأزق لأنه هو حط الأجندة من اليوم الأول في السنة 24 حتى اليوم الأخير والمأزق معناه مش إنه هو عمل أجندة فيها ارتباك شوية لا بالعكس ده هو حدد كل حاجة خلاص باليوم وبالساعة وبالضيئة بحيث إنك تقدر تحط الجدول الدوري بتاعك في الفترة اللي جاي وبالتالي أعتقد بعد ما هنستعرض الأجندة الرسمية اللي تم اعتمادها في 16 ديسمبر الماضي الأجندة اللي أنا استعرضها دلوقتي تم اعتمادها رسميا في 16 ديسمبر يعني معلوماتي إن الأجندة دي قدامكم على الشاشة دي وصلت لاتحاد الكورة من أسبوعين الأجندة دي وصلت لاتحاد الكورة من أسبوعين الناس بس تعذرنا إحنا حطين ووتر مارك عليها باسم القناة لأن للأسف يعني أحد المواقع الرياضية بالأمس خدت سكرين شوت من على الشاشة ونسبت لنفسها ونسبت لنفسها تصنيف الحكام وقالت إن الكاف هو اللي كشف رغباً يا وقت سكرين شوت من على شاشة قناة الآلي واستعانت بدأ في الخبر اللي نازل على الويب سايت وعلى الموقع بتاعها عشان كده النهاردة إحنا أي حاجة نستعرضها لازم نخط عليها ووتر مارك عشان نوثق ده بالمستندات قدام حضراتكم الأجندة دي الأجندة الرسمية والألوانات اللي قدامكم دي ألوانات البطولات يعني لما تبص كده في شهر يناير في خط بيان يبدأ من 13 يناير حتى 31 يناير دي بطولة كأس الأمم الإفريقية في الكودفوار هتبدأ من 13 يناير لغاية نهاية يناير ثم تستأنف أو تستكمل البطولة في شهر فبراير لغاية يوم 11 فبراير وبالتالي أول حاجة رسمية في الأجندة اللي استعرضناها على الشاشة مع حضراتكم كأس الأمم الإفريقية طيب بعد ما تخلص كأس الأمم تنطلق قدامكم وعلى الشاشة بقى الشرح التوضيحي أكتر لحضراتكم من 23 إلى 25 فبراير دي الجولة الخمسة لبطولات الأندية الإفريقية الجولة الخمسة دوري أبطال وقاس الكونفيدرالية من 1 إلى 3 مارس الجولة الستة لدور الأبطال وقاس الكونفيدرالية من 18 إلى 26 مارس دي أجندة دولية للمنتخبات في الفترة دي منتخبنا هيلعب مباراة ودية وفي نفس الوقت الاتحاد الأفريقي حدد أن الفترة دي هتتعمل فيها التصفيات التمهيدية التصفيات التمهيدية لأمم أفريقيا عشرين خمسة وعشرين على طول بعد ما تخلص كأس الأمم ما تخش على التمهيدي بتاع كأس الأمم في المغرب عشرين خمسة وعشرين طبعا منتخبنا مش هيلعب التمهيدي طبقا للتصنيف احنا مش هنلعب في الفترة دي مباراة تمهيدية ولكن في الفترة دي المنتخب يستغل الأجندة الدولية ويعمل مباراة ودية من 29 و 31 مارس زهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا من 5 ل7 إبريل إياب الدور ربع النهائي من 19 ل21 إبريل زهاب نصف النهائي لدور الأبطال والكونفيدرالية 26 ل28 إبريل إياب نصف نهائي دور الأبطال والكونفيدرالية زهاب نهائي الكونفيدرالية 10 ل12 مايو إياب نهائي الكونفيدرالية 17 ل19 مايو زهاب نهائي دور الأبطال من 17 ل19 مايو والإياب من 24 إلى 26 مايو أجندة دولية تصفيات كاس العالم الجولة الثالثة والربعة من 3 ل11 ل6 ل24 دورة باريس دورة الأولمبية في باريس من 24 سبعة لعشرة تمانية الموسم الجديد الموسم الجديد للبطالات الإفريقية زهاب الدور التمهيدي من 16 إلى 18 أغسطس ده زهاب الدور التمهيدي للموسم الجديد طيب إياب الدور التمهيدي الأول واللي عندنا بتلعبش فيه بنسبة كبيرة يعني من 23 ل25 تمانية طيب روح بقى كمان لأجندة أجندة دولية الاتحاد الدولي والاتحاد الأفريقي حددها من 2 ل10 تسعة دي بداية التصفيات الرسمية لمنتخبنا الوطني وهذه التصفيات المؤهلة لكاس الأمم في المغرب 20-25 ضربة البداية 2-9 ضربة البداية 2-9 طيب زهاب دور ال32 اللي بتولد أنداء إفريقيا من 20 إلى 22-9 وده اللي بتلعب فيها الأنداء المصرية سواء أهلي أو الأنداء اللي بتبقى موجودة بيرامد الزمالك في يوتشار يعني اللي بي موجودين بشكل مستمر في المسابقات الإفريقية من 27 إلى 29-9 ده إياب الدوري لل32 أو التمهيدي التاني خش بقى على الجولة الثالثة والربعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس الأمم 20-25 من 7 إلى 15 أكتوبر خش بقى كمان على الدوري المقرر أو ملحة الكونفدرالية من 18 إلى 20 أكتوبر ده الزهاب والإياب من 25 إلى 27 أكتوبر ممكن ده يتلغي وتتلغي بمكانه النسخة التانية من السوبر ليج التوقيت ده ممكن تتلغي فيه ملحة الكونفدرالية ونعمل تاني النسخة التانية من دوري الإفريقي السوبر ليج طيب الجولة الخامسة والسادسة ودي التصفيات الإفريقية المؤهلة لكاس الأمم في المغرب 20-25 من 11 إلى 19 نوفمبر 20-24 خش بقى على دوري المجموعات في الدوري الأبطال والكونفدرالية الموسم اللي جاي مش الموسم اللي احنا فيه 22 إلى 24 نوفمبر الجولة الأولى من 6 إلى 8 ديسمبر الجولة التانية من 13 إلى 15 ديسمبر دي الجولة التالتة في 20-24 شوفوا السنة بالكامل 20-24 تم تحددها رسميا من يناير مرورا بكل الأشهر حتى شهر ديسمبر كده أعتقد الاتحاد المصري وقدارة المسابقات عندها خريطة كاملة تقدر تسكن فيها المباريات المحلية حسب معلوماتي إن الأجندة دي تم اعتمادها وقرسلت للاتحاد المصري يوم 16-12 يعني من حوالي أسبوعين هل وصلت للأستاذ عامر حسين مش عارف لأن مبارح وأول مبارح قريت وسمعت تصرحات للأستاذ عامر حسين بيشتك فيها من الأجندة الدولية وبيشتك فيها من الأجندة القرية لكن طبقا للورق الرسمي اللي معانا الأجندة تم اعتمادها وتم إرسالها لكل الاتحادات الأهلية وبالتالي المطلوب دلوقتي إن الاتحاد المصري أو ربطة الأندية تسكن كل مباريات الدوري من الأسبوع السابع للنادي الآلي حتى الجولة الأخيرة ولو ما كانتش جد قد نهي النهاردة استعرضناها وممكن نبعتها لهم سواء على الإيميل أو على الواتس آب ولكن خلاص هي وصلت رسمي فمحتاجين نشوف بقى استكمال باقي مباريات الدوري هتبقى إزاي في الفترة اللي جاية الناس في الكافي اشتغلت وطلعت واعتمدت المتوقع بقى نعرف إحنا وضعنا إيه في الدوري المصري هنخلص إمتى هنستمر لغاية إمتى أنا كنت سامع لغاية تلاتين سبعة بعد كده سمعت كلام جديد مبارح لا ممكن نخش في تمانية هادي الأجندة عندك هاي ابدأ حط موعيدك وحط كل مطشاطك وجدولك وكل شي ولو مستني حاجات تانية ممكن تكون متعلقة من الاتحاد الدولي موعيد بطولة الانتر كونتينيلتل والكلام ده كله ما تقلقش كل ده لسه بعد شهر تمانية مش هيتلاعب دلوقتي لأن بطل أوروبا وبطل أفريقيا مش هيتحدد إلا بعد شهر ستة فكل ده هيتحدد فيه ما بعد حط جدولك وحط أجنددك وورينا بس الدوري هيخلص إمتى عشان نبقى كلنا كده إيه على مية بيضة شايفيني الموسم هيستمر لغاية إمتى عشان أنا شايف بصراع حاجات يعني نقدر الله ممكن تكون لها تأثير سلبي على الاندية والمنتخبات خلال الفترة اللي جاية ده جانب مهم جدا كان لازم النهاردة يعني نكشفه لكل السادة المشاهدين لأن دي أخبار مهمة جدا بالتأكيد أنا واثق الكلام ده ما طلعش في حتة قبل كده ما فيش برنامج نقاش الكلام ده قبل كده الموعد دي لأول مرة بتطلع على الشاشة لكل محبي الكرة الإفريقية والكرة المصرية في الفترة اللي جاية فاصل وبعد الفاصل نرجع لسه عندنا أخبار جديدة وكواليس مهمة جدا طيب الملف التاني وهو متعلق بتصريحات نجوم النادي الأهلي يمكن على مدار يومين ثلاثة كده بعد النادي الأهلي ما رجع من الإمارات بعد الفوز بكاس السوبر لأندي الأبطال قريت وسمعت تصريحات لعدد من اللاعبين سمعت تصريحات لكهرباء تصريحات لمروان عطية تصريحات لإمام عشور بصوا احنا مش هنقعد نزكي في لعبتنا أو في النجوم اللي موجودين في النادي الأهلي انتوا عارفين طبعا أن النادي الأهلي دايما ليه مدرسة وسياسة مختلفة عن أي مكان آخر ولكن ما تحسبش لعيب على تاريخه إلا لما يكون داخل النادي الأهلي أول ملعب ينضم للنادي الأهلي تبدأ تشوف تصريحاته تبدأ تشوف انضباطه تبدأ تشوف التزامه مع النادي الأهلي الأمر مختلف تماما عن أي مقارنات أخرى لكن الشيء الإيجابي اللي شفته في الأيام الأخيرة تصريحات متزنة من محمود كهرباء وكهرباء يستحق أنا قلت أيقونة عام عشرين تلاتة وعشرين عشان كده الكل بيتهافت عليه عشان يعمل معه مداخلات لأن الكهرباء أيقونة عام عشرين تلاتة وعشرين بعد كم المؤامرات والشائعات اللي تعرض لها في الفترة الأخيرة وكل ما حد يجيبه في مداخلة يسأله على الغرامة وأنت عارف أصلا موضوع الغرامة دلوقتي بيتناقش إزاي داخل المحكمة الرياضية هل عندك تفاصيل الملف ده أصلا ملابساته وحيسياته إيه أن فيه كلام كتير لسه جاي في الفترة اللي جاية القصة مش قصة ادفع فلوس يعني أنا أنا على فكرة لما كنت موجود في المملكة العربية السعودية والتقيد بالمحامي علي عباس المحامي التونسي لمحمود عبد المنعم الكهرباء راجل كشف لي على تفاصيله وكواليس بصراحة يعني أنا ما ينفعش أتكلم فيها دلوقتي لأن دي أمور قانونية تخص الملف القضية فما ينفعش أو ما عنديش تصريح أتكلم في تفاصيل بس الراجل تكلمني وشرح لي حاجات يعني ربنا يكون فعون كهرباء ربنا يكون فعونه لأن الملف والأوراق اللي فيه والمستندات اللي اتبعتت للفيفا يعني فيها حاجات صعبة صعبة أنها تحصل مع لاعب بيمثل منتخبنا الوطني في كأس الأمم وبيمثل منتخبنا الوطني منذ سنوات ولكن كل الضغوط دي واسمع لتصرحات لكهرباء شوف كلامه متزن إزاي شوف انفعالاته داخل الملعب متزن إزاي هو كهرباء دلوقتي عن كهرباء زمان الأمر مختلف نفس الأمر على إمام عشور نفس الأمر على إمام عشور وشوف إمام عشور إزاي بيتكلم على كهرباء وشوف إزاي بيتكلم على زميله في الفرقة وشوف إزاي هو شايف إنه مع النادي الآله هيقدر يحقق إنجازات وبطولات وتاريخ كبير جدا بطولته السوبر دي بداية على فكرة هي القصة بالنسبة لنا مش إنه هو كسب سوبر ما كسب قبل كده أيها عادة كسب قبل كده بس المكسب مع الأهلي ليه رونك مختلف لأنه أنت بتلعب في كاسعالم بتلعب في نهاية دورة بطال إفريقيا بتلعب في بطولات كبيرة فبالتالي اللعيب اللي بيشم ريحة البطولة في النادي الآلي بيحس إحساس غريب جدا عما كان موجود في أي مكان صادق مروان عطية كمان من اللعيبة اللي تعرضت له ظروف نفسية صعبة جدا في الفترات الأخيرة بعد وفاة والده لكن برضو تصرحاته متزنة قدر يرجع بسرعة وجوده كمان مع المنتخب الوطن أعتقد كان حافظ إيجابي جدا ليه مروان عطية عشان يستعيد نشاطه من جديد ويبدأ يلعب بشكل أفضل عما ظهر في الفترة السابقة مش عايز أقول بقى أن الكلام ده ردا على البعض اللي بيحاول يقول افتكاسات في البرامج وبيحلل بطريقة كوميدية مش عنا نتكلم عن الناس دي الناس دي أصلا إحنا لا شايفينها ولا مهتمين بكلامهم ولا حتى كلامهم مؤثر لأن في النهاية قعدوا سنة كاملة يتكلموا ويقولوا ويزيدوا ويعيدوا لكن المحصلة إيه إيه المحصلة أنت اللي بتتكلم مش موجود في ذاكرة التاريخ لأن أنت كلامك كله في الهوى ما حد تشاف ولا حد حس بيه والناحية التانية اللي أنت بتتكلم عليهم فازوا بدورة أبطال إفريقيا رجعوا بالبرونزية من كأس العالم حققوا الدوري فازوا باتنين سوبر فازوا بكأس مصر وراحوا لمنتخبنا الوطني أكبر قوام موجود في منتخب مصر من لاعبي النادي الآن فبالتالي الكلام كله بيروح مع الوقت ولكن التاريخ والبطولات هتفضل موجودة ومحفورة في الأزهان محدش هيكبر ينسح لكننا نجم جدا الجامل التالي وقاموا بتعجب بملفة استفقات وعقدات إن برح كان لنا سوق اللي احنا نحن لحضراتكم أن كل الأخبار اللي مكتوبة في المواقع عن وجود عرض رسمي من الوقرة القطري لضم أحمد عبدالقادر غير صحيحة بالمر وبالفعل مع نهاية اليوم الناس كلها بتاديت تقول نفس الكلام اللي احنا قلناه إن الأخبار اللي طلعة سواء من قطر على فكرة أو حتى من مصر كلها أخبار غير صحيحة وما فيش أي عروض رسمية من الوقرة القطري نفس الأمر بالنسبة لقاليو ديانج في مباحثات واتصالات ولكن لم تأخذ الطابع الرسمي لم تأخذ الطابع الرسمي والنادي الآن لأكيد منفتح على هذه التفاصيل لو في عروض رسمية هيبدأ ينقشها يشوف مصلحة الفرق أزاي الفترة اللي جاية ولكن على مستوى العروض الرسمية حتى هذه اللحظة ما فيش عرض رسمي ولكن بالنسبة لديانج في اتصالات ومباحثات بس من بجانب أو بشكل غير مباشر تحديدا من بعض الوكالاء أو الوسطاء مع أندية قطرية في الفترة الأخيرة طيب الأهل داخل ودايس بقلب جامد يعني في موضوع التعاقدات ومنفتح في أكتر من صفقة لأكتر من مركز أكتر من مركز أيوة وهل كولر حدد احتياجاته نعم والناس بتشتغل عشان تنجز بعض الملفات قبل سفر المنتخب ده بنسبة كبيرة طيب إلا معطل التفاصيل وارد وده مش تعطيل بس وارد وانت بتشتغل على إتمام بعض التعاقدات إن يكون الجانب الآخر محتاج من عندك مثلا بعض اللاعبين فبالتالي الصيغة نفسها هل اللاعبة اللي انت طالبها من عندي إعارة ولا بيع طيب لو انت عايزها إعارة لعب فوق السن ولا لاعب تحت السن لأن الأمر هنا بيختلف لو لاعب فوق السن قيمة الإعارات لها حد أقصى أنا لست ما استنفزتهاش رغم إن اتحاد القرى مش موضح ده وان برحلة اتكلمت فيها وقلت الأهل هيتعامل مع الملف ده تبقى للوايح الفيفا اللي واضحة جدا ولكن اتحاد القرى لم يشرحها للأندية بشكل صليب فالأهل بيشوف اللي موجود في اللايحة إيه وهينفزه بنسبة 100% ولو في لعيبة تحت السن فيه أندية تانية لو هتبرم معها صفقات في ضم اللاعبين وهم عايزين من عندك لعيبة أكيد هيكون فيها حكتين جانب فني إيه اللي ممكن يخرج وإيه اللي ممكن يكمل معاك وما يطلعش والجانب التاني جانب قانوني أو لائحي هل مسموح أو ممكن يتم أعارته أو بيعه أو إزاي تقدر تحافظ على لعيبتك بحيث لو خرجت أعارة 6 شهور أو سنة ونص ممكن تستعيدها إزاي في الفترة اللي جاية فملف الصفقات والتعاقدات في شهر يناير بنسبة كبيرة جداً هيكون فيه تدعمات قوية جداً عشان المرحلة اللي بعد كده أنا لسه بستعرض بحضراتكم أجندة المسابقات الرسمية كل 72 ساعة مباراة يعني الأجندة الرسمية بتقولها تبدأ 23-24 فبراير ماتش ميديامة في كوماسي بس أنت قبلها بإزبوح هتلعب يوم 16 فبراير في بلوسداد في الجزائر فبالتالي أنت ما عندكش وقت للرفاهية لازم لعبتك تكون جاهزة ومش اللعبة الأساسية بس الأساسية والإحتياطية واحتياطي الإحتياطي كمان إحتياطي الإحتياطي لأن انت بإذن الله ربنا يكريمك بالفوز بدورة أبطال إفريقيا عندك بطولة جديدة بطولة الانتر كونتيننتل عندك نسخة جديدة من الدور السوبر الإفريقي الدوري الإفريقي الإيفيل وارد جداً تتلاعب من أكتوبر لنوفمبر النسخة الثانية بنفس عرض الأندية فكل ده وارد فبالتالي لازم تحضر لهذا العام ولازم تشتغل على المدى البعيد ما تنساش انت عندك كس عالم كمان سنة ونص في الولايات المتحدة الأمريكية 32 نادي هتكون في دور مجموعات هتلعب ثلاث مباريات تكسب تروح دول 16 نظام النوك قوت تلاقي نفسك ممكن بتواجه ليفربول أو بتواجه السيتي أو بتواجه فلمينجو يعني هتبقى ماشرات كلها كبيرة فلازم تحضر لها بشكل قوي جداً من دلوقتي طيب الجانب الثالث وهو جانب متعلق بمنتخبات كأس الأمم الإفريقية ودي نقطة مهمة جداً قبل ما اروح بقى السوشيال ميديا واللكتب في الترندات كأس الأمم هينطلق يوم 13 يناير لقاء الافتتاح هيكون الساعة 10 بتوقيت القاهرة على فكرة لقاء الافتتاح الساعة 10 بتوقيت القاهرة مبارامة بيننا الكودفوار مع غينيا بيساوة لو نستعرض مع بعض كده سريعاً القيم التسوقية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية المجموعة الأولى اللي فيها كودفوارو نيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو فيها فارج كبير جداً في القيم التسوقية أولاً كودفوارو 329 مليون يورو نيجيريا 450 مليون يورو غينيا الاستوائية 9 مليون يورو غينيا بيساو 23 مليون يورو نحط هنا بس خط كده عندي نيجيريا أعلى قيمة تسوقية 450 مليون يورو نروح للمجموعة الثانية مصر 131 مليون يورو غانا 284 مليون يورو كاف فيردي الرأس الأخضر 21 مليون يورو موزنبيق 3.9 مليون يورو كوندفور ناجيريا مصر غانا نروح للمجموعة الثالثة السنغال 263 مليون يورو الكاميرون 171 مليون يورو غينيا 74 مليون يورو جانبيا 31 مليون يورو يبقى الغد الوقت في الثلاثة مجموعات مصر تأتي في المركز السادس تأتي في المركز السادس طب نروح للمجموعة الرابعة الجزائر 180 مليون يورو يبقى كده الجزائر السادس ومصر هتبقى سابعة بوركينا فاسو 99 مليون يورو موريتانيا 8 مليون يورو أنجولا 30 مليون يورو إذن الجزائر أعلى من مصر والكاميرون وأيضا السنغال وغانا والكودفور وناجيريا نروح لتونس 59 مليون يورو مالي 163 مليون يورو يبقى مالي ساعتها هنا هتبقى في المركز السابع ومصر ترجع للمركز الثامن في الأعلى القيم التسويقية جنوب إفريقيا 21 مليون يورو نبيبيا 5 مليون يورو نروح للمجموعة السادسة المغرب 374 مليون يورو وبالتالي أعطاق كده المغرب تأتي في المرتبة التانية في المركز التاني بعد نيجيريا وبالتالي مصر تعود من تاني للمركز التاسع الكونغو الدموقراطية 107 زنبيا 32 مليون يورو تنزانيا 5 مليون يورو تنزانيا مع مباراوة دي إن شاء الله يوم الحد اللي جاي مباراوة دي في الساد القاهرة مع تنزانيا الحد اللي جاي إذن دي المنتخبات المشاركة في كأس الأمم وقدمنا القيم التسويقية لكل منتخب في كأس الأمم الإفريقية مصر تأتي في المركز التاسع من حيث الأعلى قيم تسويقية ولكن طبعا في المركز الأول نيجيريا في المركز التاني المغرب في المركز التالت الكودفور في المركز الرابع السنغال ثم الكاميرون ثم الجزائر طبعا غيانة موجودة مالي مصر طبعا القيمة التسويقية لمصر وصلت 31 مليون يورو بسبب وجود محمد صلاح أعتقد من غير صلاح يعني ممكن نوصل لنفس أرقام غينية أو جنبية أو حتى بوركينا فاسو دي القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة في كأس الأمم ولكن الأرقام شيء وأرض الملعب شيء تاني خالص أوقات كنا بنروح كأس الأمم بـ 23 لعب محلي ما كانش عندنا بقى لعب في ليفربول ولا أرسنال ولا كلام ده كل أنا فاكر كابتن محمود الجوهري رحمة الله عليه في 98 كلنا راحين 23 لعب منهم بالضبط 3-4 بلعبهم في الدوري التركي الدوري التركي ما كانش فيهم يعني غير الكابتن هاني رمزي طبعا النجمي والكابتن المنتخب وقتها كان بلعب في الدوري الألماني وقتها خدنا كأس الأمم الإفريقية قدام منتخبات عندها لعب بتلعب في برشلونة وفي أكبر الأنديا الإنجليزية فالأرقام التسوقية حاجة والملعب حاجة تانية خالص نتمنى يا رب التوفير لمنتخبنا في مشوار كأس الأمم طيب السوشيال ميديا واللي اتكتب في السوشيال ميديا كل ده تعالوا نشوفه ولكن بعد الفصل السوشيال ميديا والمواقع وكلام كتير جدا على مسألة تجديد عقد السلية العرض اللي جيه لأليو ديانجي من الصفقات اللي رايحة ومن اللعيبة اللي جاية كل ده هنستعرضه من خلال آخر أخبار التريند أهلا بحضراتكم من جديد وآخر أخبار التريند والبداية هتكون مع تريند الأهلي البداية في تريند الأهلي من حساب الوطن الرياضي قرار جديد من كولر بشأن مشوار أليو ديانج مع الأهلي تفاصيل خبر بتقول إن الساعات الماضية داخل النادي الأهلي شهدت قرار جديد من الجهاز الفني بقيادة كولر برفض رحيل كريم ندفد لفيوتشر في الصفقة التبادلية لضمه عمر كمال ورفض كمان كولر رحيل ندفد لمودرن فيوتشر وبعض الأندياء لطلبته على سبيل الأعارة وبلغ إدارة الأهلي إن نفس الأمر مرتبط بخالد عبد الفتاح لو فيوتشر عايز خالد عبد الفتاح برضو ومش هينفع خالد ينتقل في هذه الصفقة التبادلية ولكن هل ممكن بعد رفض كولر رحيل ندفد والتمسك به ممكن أليو ديانج ينتقل في انتقالات يناير للدورة القطري أو التركي ده هنشوفه في الفترة اللي جاية ولكن الزملاء في الوطن سبورت يعني ربطوا قرار كولر باستمرار ندفد وخالد عبد الفتاح إن ممكن ده يكون موافقة على رحيل أليو ديانج وأنا بقول لكم الأمر مش بتحسب بالشكل ده الأمر بتحسب تبقى للعروض الرسمية أنت لو جالك عرض مالي مثلا حوالي 6-7 مليون دولار لأليو ديانج هل هتعترض هل هتتمسك به أكيد رقم مالي كبير جدا أكيد بنسبة كبيرة هتوافق عليه وبالتالي الأمر مش بيتناقش بالشكل ده لو ندفد قاعد ديانج هيمشي أو لو مروان قاعد يبقى ديانجي ماشي القصة مش بيتناقش بهذا الشكل وأكيد بعد كسر أمم أو خلال منافسات كسر أمم هيكون فيه كلام كتير ممكن يحصل فيه الفترة اللي جاي طيب اليوم السابع وبيقولون الأهل يفتح ملف تجديد عقد عمر السلية خلال فترة توقف الدولي وأنا بقول لكم أن موضوع عمر السلية مفهوش فيه أزمة نفس الأمر بينطبق على عالي معلول وعمر السلية منذ أن نضم للأهل في عام 2016 ما افتعلش أي أزمة سواء في مشواره مع الفريق أو في تجديد عقده اللي حصل قبل كده مرة أو مرتين لغاية دلوقتي في عام 2024 فمسألة تجديد عقد معلول السلية محمد هاني ما فيهوش فيه أي أزمة والملف ده ممكن إذا ما تحسامش في يناير بعد كسر أمم هتلاقي نتيجة واضحة ومباشرة وما فيش فيها أي أزمة الوطن الرياضي وتصريح لإمام عشور قال لا أعرف لماذا يستمر الناس في التحدث عني دائما ومنذ عودتي إلى مصر لا أتابع مواقل التواصل الاجتماعي اتخذت قراري انضمام للآله بنفسي وكل لاعب يبحث عن القرار الذي يخدم مصلحته كلام واضح وصريح ومباشر وموجه لكل واحد عايز يدعم لاعب مهم وأهم لاعب في خط وسط منتخب مصر في الفترة الحالية إمام عشور حتى أمام لما طلع رد قبل كده على واحد ما عندهش فكرة عن الكورة ولا التحليل خد الكلام على نفسه ورده على إمام عشور رغم أن إمام ما جابش سيرته بس إمام مركز كويس قوي في مشواره مع النادي الأهل المشكلة بقى مش في إمام المشكلة في الدماغ اللي مركزة مع إمام زي الدماغ دي اللي كانت مركزة قبل كده مع كهرباء ونفس الدماغ دي لما ديجي تسمع لها عن قراءها في لعبة تانية في أندية تانية تلاقي الكلام مختلف تماماً فتعرف على طوله أنه هو ليه غرض وهنا الغرض مرض طيب نروح لحساب المصر الرياضي مروان عطية قال في تصرحات ليه مبارح لو تأهلنا لنهاء كأس العالم كنا هنلعب مباراة تاريخية أمام منشستر سيتي والله يا مروان مش عايز أقول لك مصر كلها قالت كده ده في المملكة العربية السعودية أثناء كأس العالم الكل كان بيقول كده لو الأهل تخطى فريق فلومنينسي البرازيلي في نصف النهائي كان نهائي هيكون نهاية تاريخي ما بين الأهل والمان سيتي في كأس العالم ولكن الحكم البولندي كان ليه رأي آخر طيب حسابي يلا قورة نقل تصريحات لمحلل أداء منتخب ألمانيا واللي اتكلم فيها عن أنطوني مودست لأن أنطوني مودست لقف في الدور الألماني مع بروسيا دورتموند وقال فيها أن مودست يتفوق على جميع مهاجم الآلي في مهارة هامة إيه هي المهارة؟ هو بيختار بداية التمركز بشكل جيد لكنه ينهي وتحرك بشكل سيء هذه المهارة هامة جدا للمهاجمين اللي التوجد في أماكن تموكنه من التسجيل مودست بيبدأ بشكل صحيح ولكنه بينهي الهجمة بشكل خاطئ مين عكسه؟ كهرباء هو اللي بينهي بشكل إيجابي عكس البداية بتاعته تبقى بشكل خاطئ وبالتالي هنا كهرباء يتميز على مودست في إنهاء الهجمة وده الشيء اللي بيخلي كهرباء متميز على مودست ولكن مودست بتفوق على جميع مهاجم الآلي في مهارة إنه هو وقت ما بيستلم القرى بيبقى وقف في البوزيشن الصحة أو في المكان الصح طيب نروح ليه؟ المصر الرياضي وبيتكلمه على بيتسو موسماني بيتسو موسماني اتكلم على بيرسي تاو وقال عليه ليس مجرد لاعب موسماني يتغنى بما يقدمه بيرسي تاو مع النادي الأهلي موسماني النهاردة طبعا شوفنا له الصورة ليه هو طبعا حالان دلوقتي ما بيشتغلش مع أي نادي من بعد ما رجع من السعودية أو الإمارات الإمارات آخر تجربة كانت اللي واحدة لإماراتي حالان ما بيشتغلش مع أي نادي ففي تصرحات لي في الفترة حالية قبل كاس القوم كلنا عارفين بيتس موسيماني هو صاحب فكرة التعاقد مع بيرسي تاو ولكن السنة أو الفترة اللي شاهدت تقلق بيرسي تاو ما كانتش مع موسيماني سبحان الله يعني موسيماني هو الواحد اللي كان عارف قدرات بيرسي تاو وأصر على التعاقد معاه والأهل يتعاقد معاه فعلا وكان ساعتها بيلعب في برايتون الإنجليزي وكان جاي من بعيد ما كانش بنفس المستوى اللي عليه دلوقتي ولكن تقلق تاو وتوهجه كانت مع مرسي الكولر والمدرب السويسري أمن فعلا بقدرات بيرسي تاو آخر حاجة وتصرحات لباول كامبوس مدرب ريال مدريد السابق اللي قال فيها دائما أشعر بالسعادة حينما أرى أداء الأهل المصري في كأس العالم للأندية إنه ممتع للغاية تهنين لكرة القدم المصرية وعام بعد الآخر ستتطور القرة هناك تهنين للمارد الأحمر على النجاح الدائم دي تصرحات للمدرب ريال مدريد السابق طيب ترند المحلي ومنتخبنا الوطني منتخب مصر يدخل معسكرا مغلقا اليوم بالعاصمة الإدارية استعدادا لأمم إفريقي النهاردة أول تجمع لمنتخبنا الوطني بقرة 3 يناير هيكون فيه وصول عدد كبير جدا من اللاعبين المحترفين مصطفى محمد رزيجي النني صلاحة ينضم بإذن الله يوم الخميس عشان أول تدريب المنتخب بالكامل موجود أو التجمع بالكامل هيكون يوم الخميس وعندنا مباراوة دية مع تنزانيا يوم الحد على استاد القاهرة الدولة ودي المباراوة الوحيدة لنبعدها يسافر يوم ثلاثة إلى أبي جاء حساب البطلاط نقل تصريحات لمحمد غرابة مدينة خب مصر إمام عشور جاهز توبية للتجمع في معسكر مصر لأمم إفريقيا 20-23 شاء الله المنتخب بكل لعبة تكون جاهزة لهذا المحفل الكبير طيب النهاردة الوطن نقل إن فيه قرار عاجل من فيتوريا قبل انطلاق أمم أفريقيا إيه هو القرار العاجل فرض الحظر الإعلامي على لعب المنتخب ومنع ظهورهم في أي قناة فضائية ده متوقع خاصة اليوم أصبح كل لعب موجود في المعسكر على زمة المنتخب عشان يطلع يدلي بأي تصريحات لازم يرجع لجهاز المنتخب فعموما نتمنى يا رب يكون فيه تركيز أكتر الفترة اللي جاي طيب يلا كورا نقل تصريحات لأحمد دياب رئيس رابطة الأندية واللي قال فيها كان هدفنا نهاية الدوري في 30 يوليو حدث تأجيل بناء على طاب روي فيتوريا بسبب مباريات يوم 2 يناير النهاردة كان مفروض الأهل عنده مباراة في الدوري مع فرق ولكن بناء على طلب فيتوريا المباراة دي تأجلت وكان المفروض المباراة دي هو مباراة البيرامدز ولكن حج عامر حسين قال لك لا أجل بالمرة لبيرامدز وفيتشر وكله قال لك هذا الأمر قد يمتد الأيام قليلة التأجيل ده يخلي الدور يمتد الأيام قليلة وسنحاول إنهاء المسابقة في توقيت مناسب والله يا أستاذ أحمد الأجندة عندكم ولو مش عندكم النهاردة احنا أعلنناها بشكل رسمي وهي معتمدة من حوالي أسبوعين نتمنى بقى الأجندة معاكم يتم إعلان جدول الدوري لكل الناس عشان خلاص نبعارفين آخر يوم للدوري المصري امتى بالزبط في سبعة في تمانية بس نعرف الموعيد بشكل رسمي طيب اليوم السابع بيتكلموا على تعرف على موعد نهائي كأس مصر بين الأهل والزمالك أولا معادة معروف يعني 13 مارس ده قرار نهائي وبشكل نهائي فكرة إقامة المباراة خارج مصر أنا قلت قبل كده هنا في برنامج التريند وكننا أحنا أول ناس نعلن الخبر ده أنه فيه ثلاث عروض على طاولة اجتماع الاتحاد القورة لمناقشة إقامة المباراة خارج مصر والفكرة دي موجودة رسميا فكرة موجودة رسميا يتم اعتماده أو لم يتم اختيار المكان بشكل رسمي يتتلعب خارج مصر يما تتلعب في مصر يوم 13 مارس واللي هيوافق بالمناسبة 3 أو 4 رمضان كل سنة وحضراتكم طيبين نروح للمشاركات والسؤال التي راحناها في بداية الحلقة أصعب مباراة للأهلي في عام 2023 نورة بتقول أصعب مطش مطش نهائي إفريقيا في كذابلانكا مع الوداد ونهائي السوبر مع فيوتشر ونهائي الكأس مع بيرامدز ثلاث اختيارات ماشي نعديها جمال بيقول مباراة نهائي دور الأبطال مع الوداد ومباراة فولوملينس البرازيلي في كاس العالم الأندية لأنها كانت بعد مجود كبير في مباراة اتحاد جدة مطشن كانوا فرق بينهم 48 ساعة وكمان كان أمنا إنجاز جديد في الممديل يعني هو بتكلم على مباراتين ماشي هبا بتقول مساء الخير سنة سعيدة على حضرتك وعلى البرنامج شكرا جزينا لحضرتك أصعب مباراة من رأيي كانت الوداد في كازابلانكا نهائي دور أبطال إفريقيا ومباراة اتحاد جدة في كاس العالم الأندية لأنها كانت تحدي خاص خاصة بعد استفزاز المارد الأحمر يعني تتكلم على الوداد والتحاد جدة مباراتين سامح بيقول عالميا مباراة اتحاد جدة إفريقيا الوداد في مركب محمد الخامس محليا المصر البورسعيدي في نصف نهائي كأس مصر ودي أنا حضرتها من التالت شمال في برج العرب شكرا لك يا كابتن سامح يعني اختار ثلاث مباريات هاني وده آخر تعليق معايا أصعب مباراة للأهل في 2023 هي كل مباراة يدخلها اللاعبون بدون تركيز أو بازل الجهد المطلوب أعتقد كانت مباراة سانداونز في جنوب إفريقيا تحياتي لحضرتك شكرا لك أستاذ هاني من وجهة نظر مباراة سانداونز اللي كانت في جنوب إفريقيا في الختام بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وغدا لقاء جديد بإذن الله في برنامج التريند شكرا وإلى اللقاء